بعد 15 عاما من رفض اعتراف الدول التي احتلت العراق بالهدف الحقيقي وراء الاحتلال تطفو من جديد على السطح أدلة قاطعة تؤكد أن ثروات البلاد كانت المحركة الأساسية وراء هذه الحرب تقرير جديد يصدر هذه المرة من موقع جلوبال ريسرش الأمريكي يؤكد فيه أن شركات النفط الكبيرة التي يديرها مهندس غزو العراق تعلن بشكل واضح عن إبرام عقود لاستكشاف وإنتاج حقول النفط في العراق شركة النفط والغاز البريطانية بريتش بيتروليوم مثال واضح على ذلك فجون ساورز الرئيس السابق للمخابرات البريطانية والذي عمل أيضا كممثل خاص للمملكة المتحدة في العراق أثناء الاحتلال هو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي وفي عام 2009 فازت الشركة بعقد لتشغيل حق النفط الرميلة الذي يعد ثالث أكبر احتياطين للنفط الخام في العالم وتقدر قيمة النفط المستخرج منه يوميا بنحو 100 مليون دولار أمريكي بحسب الموقع الأمريكي أي ما يكفي لتغطية الميزانية السنوية للعراق تقرير Global Research تطابق مع تقرير سابق نشرته عام 2011 صحيفة The Independent البريطانية حيث أكدت أن شركة بريتش بيتروليوم ضغطت عام 2003 على حكومة توني بلير آنذاك للمطالبة بحصة من الغنائم من غزو العراق مقابل الدعم العسكري البريطاني وبالعودة إلى تقرير Global Research فإن أمثال جون ساورز الذي لعب دوراً مهماً في إقناع إدارة بوش بالشروع في حرب ذات تكليفة بشرية باهظة يؤكدون بلا شك أن الحرب على عراق كانت من أجل النفط بشكل رئيسي ترجمة نانسي قنقر